تعالوا نروح لزميلنا كريم أحمد من ملعن براء ونشوف آخر المسجدات عنده إيه مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك يا كابتن يا كابتن أيمن شوي طبعا كل التحيليك والجماهيرنا ويا رب إن شاء الله نهارده يكون يوم موفق للعبت إن النادي الأهلي ممكن زي ما أنت ذكرت يا كابتن أيمن هي مباربة 3 نقاط لكن لها حسابات خاصة وحسابات عديدة طالعين من بطولها الأفريقية بروح ومعنيوات مرتفعة جدا فالفاصل ده مهم جدا ودي الحقيقة سمت لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني إن إحنا بنقدر نفصل بشكل كبير بنقدر نجادة دوافع بشكل كبير لأن المرحلة مهمة كابتن أيمن أنت عارف عندنا مباريات عديدة وبدأت بقى خلاص مرحلة التلاحهم من جديد يمكن كنا يعني رايحين شوية كده من بطولة الدوري وكنا في بطولة الأفريقية لكن خلاص نقدر نقول بقى دخلنا النهارده في مباراة بيراميز وهي مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية ويمكن الحقيقة فيتسو موسماني ولعيبة النادي الأهلي حضروا لها بشكل جيد جدا خلال الأيام الماضية من خلال تدريبات من خلال محاضرات من خلال جلسات تحفزية مع اللعبين مهما كانت الفترة اللي فاتت بنسبة الفيراميز وأداءه وخسارته وتغيير المدير الفني لكن يعني محدشين كرن هي فرقة مميزة جدا عندها عناصر مميزة جدا وعندها دوافع وبتقدر تلاعب النادي الأهلي الكورة فمحتاج مجهود وتركيز كبير جدا المرحلة بدأت زي ما بقولها كابتن أيمان لأن احنا عندنا مباراة النهاردة مباراة فيراميز يليها مباراة يوم أربعة سموحة ثم المقاولون ثم المقصة يفصل بينهم 48 ساعة على الأقل فمحتاج روتيشن كبير محتاجة قراءات فنية فيارب ان شاء الله النهاردة يكون فتسو موسماني كعتو قراءاته الفنية قبل المباراة وتحضيره يكون على أعلى مستوى زي ما تبعناه خلال الأيام الماضية وخلال المباراة وأيضا كمان من خارج الخطوط يكون لبصمات عديدة زي تغيرات اللي بيقوم بها وبكون تصنع الفارق مع فريق النادي الأهلي الظروف يمكن حطتنا شوية في بعض الغيبات يا كابتن أيمان عندنا طبعا انت عارف أيمان أشرف بيحصل على ثلاث انزارات فبيغيب بقيمته الكبيرة واحد من كبات النادي الأهلي أيمان أشرف مع وليد سليمان اللي بتمناله الشفاء يعني مزق فيها الخلفية في توقيت صعب نقدر نقول وليد مش محظوظ شوية لكن الإصابات هي قضاء وقدر ويمكن وليد من الناس المؤمنة جدا وعرف أن هذه الإصابات بيكون قضاء وقدر لكن دوره إن شاء الله يكون مهم حتى وبرسائله وتحفيزه مع فريق النادي الأهلي سواء في بطولة الدوري أو في البطولة الأفريقية بينضم كمان بقى لإصابات أو الغيابات الرؤية الفنية فيتسو موسيماني الحقيقة يمكن خرج من القائمة اللي بتضم واحد ورشين لاعب بولتر بوليا وناصر ماهل بالنسبة لها الرؤية الفنية محمد هاني وبيكهم لم يكتمل شفاهم حتى هذه اللحظة والتأني موجود عليهم طبعا لها الدفع بيهم فيها المباريات ويتبقى بقى محمود متولي وكريم ندفد اللي بتمنى إن شاء الله يدخله سريعا لها المباريات الأجواء هنا الأجواء أيضا مميزة جدا يا كابتن أيمان هنا فيه استاد السلام المنشأة المميزة جدا الحقيقة طبعا حاجة رائعة تفتح نفس اللعيبة من دخولنا إلى المبارات من الخارج من الملعب والشكر موصول أيضا كمان لشركة استادات الحقيقة اللي ليها تافرة كبيرة وبصمة كبيرة جدا سواء فيها الأندية وتحديدا فيه استاد السلام إن شاء الله النهاردة يكون يوم موفق مع لعبة النادي الأهلي ويستطيع النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله أن يحصل على ثلاث نقاط هتساعده بشكل كبير جدا في بطولة الدوري العام والرسالة الأخيرة هي رسالة الكابتن محمود الخطيب وحضوره الدائم والمستمر رسالة أب ورسالة طمانينة بتوصل للعيبة بشكل كبير جدا فيا رب إن شاء الله يكون دوافعها كبيرة في المبارات اليوم وإن شاء الله يكون اليوم المبارات من نصيب النادي الأهلي عاود لك من جديد يا كابتن عيما شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد